بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم في المحاضرة 11 من دورة تعليم برنامج وورد الاحترافية هذه المحاضرة راح تكون ان شاء الله طريقة تصميم الكرت الشخصي او البزنس كرت ان شاء الله راح نشتغل اكثر من تصميم وراح نتعلم على اكثر من فكرة ونعرف شون نشتغلها بواسطة برنامج وورد بالبداية حجم او مقاس الكرت الشخصي الارتفاع 5.5 سنتيمتر والعرض 9 سنتيمتر مثل ما تعلمنا في المحاضرات السابقة حتى نعمل القياس المخصص اللي احنا نريده نروح على تخطيط الصفحة ومن ثم نختار الحجم ومن ثم احجام الورق الاضافية وفيما يخص العرض راح يكون 9 سنتيمتر والارتفاع راح يكون 5.5 طبعا لازم ننتبه ان الهوامش لازم يكون 1 سنتيمتر الهوامش من الاعلى 1 سنتيمتر ومن الاسفل 1 سنتيمتر لان من يتلائم القياس 3 سنتيمتر هوامش والمقاس 5 سنتيمتر النسبة كلش كبيرة فنخليها 1 سنتيمتر او تلغوها صفر او تخلوها نصف سنتيمتر ماكو مشكلة بعدها موافق راح يصير عندنا المقاس الكرت الشخصي طبعا راح نشتغل اول فكرة ان شاء الله احنا اليوم راح نشتغلنا جمعة افكار اول فكرة راح نبلش بيها طبعا من ادراج اشكال نختار هذا الشكل ونحاول نرسم شريط بهالمقاس ومثل ما تعلمنا من تنسيق تعبئة الشكل نختار هذا اللون اللي هو الرمادي فاتح ومن المخطط التفصيلي نختار بلا مخطط تفصيلي ونحاول ان الشكل يكون يعني على ارتفاع الكرت طبعا نحدد الشكل الشكل نحدده ونروح من الصفحة الرئيسية نسخ لاصق طبعا نلصق الشكل اكثر من مرة نلصق الشكل اكثر من مرة ونضغط على المفتاح شفت ونحدد الاشكال طبعا نبقى ضغطين على المفتاح شفت وكليك بالماوس ونبقى نحدد بقية الاشكال الى ان نحدد كل الاشكال طبعا بعد ما نحددهن نترك مفتاح الشفت ونروح على تنسيق نسوي محاذات للاشكال بحيث كلها تكون متساوية من الاعلى حتى تتساوى طبعا من محاذات ننتبه انه محاذات الى الصفحة ننتبه انه الخيار لازم يكون محاذات الى الصفحة نفعله ومن ثم نرجع الى محاذات ونختار طبعا بعد ما فعلنا محاذات الى الصفحة نختار محاذات الى اعلى راح نلاحظ انه هاي الاشكال كلها راح تكون متساوية من الاعلى نلاحظ هاي المنطقة بقد فارغة ولازم نمليها حتى التصميم يكون جميل بعد ما محددين احنا هاي الاشكال بعد ما سويناها محادات نروح على نسخ ولصق ونحاول نضيفها بهالمكان صار عندنا هذا التصميم ممكن انه شفنا هاي المنطقة بيها فراغ نحدد هذا الشكل ونسخ لصق تمام الخطوة التالية من ادراج اشكال نختار هذا الشكل شكل مربع ونرسم بمنتصف الكرت هذا الشكل طبعا نحاول يكون مقاسة اكثر عرضا من الكرت من مقاس الكرت ونروح من تعبئة الشكل نختار مثلا هذا اللون اللي هو التركوازي او الفيروزي ونرجع من تعبئة الشكل نختار مزيد من الالوان ونحاول هذا اللون شوية نمطي تغميق نحاول نغمغ هذا اللون مثلا بهالنسبة وبعدها موافق ونروح على المخطط التفصيلي الوان ونختار الوان اضافية ونختار مثلا هذا اللون الوردي مثلا هذا اللون الوردي تمام اصبح عندنا هذا الكرت بهذا الشكل طبعا ممكن انه نوسع ارتفاع الشكل المربع حتى يكون بمنتصف الكرت طبعا الخطوة التالية هي ادراج المعلومات هذه المعلومات طبعا انا اضفتها اختصارا للوقت اضفتها بشكل جاهز طبعا مثل ما تعلمنا بدرس انشاء سيفي او سيرة ذاتية هذه مجموعة صور موجودة بالموقع واتعلمنا منين نجيبها او نقدر ننزلها على شكل ايكونات او صور مفرغة بواسطة جوجل طبعا هذه المعلومات ممكن نوضحها بالكرت اللي هو البردي الالكتروني صفحة الفيسبوك اذا اكو موقع الالكتروني وارقام الهواتف ممكن انضيف عنوان طبعا هذا الشكل ايضا انا نزلته من الانترنت يدل على العنوان او يدل على الموقع واروح اضيف مربع ناس مثلا من مربع ناس رسم مربع ناس واكتب مثلا العراق كربلاء ممكن مثل ما تعلمنا من تعبئة الشكل بلا تعبئة ومن المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي وممكن ان يكون اللون الخط ابيض وممكن هذا الشكل يتوسط النص ممكن نمطي بولد وفي هالمكان نكتب الاسم يعني سواء اسم المؤسسة او اذا كان الكرت شخصي نكتب اسمنا مثلا انا راح اكتب عالم بها الاحترافي كمثال طبعا من رسم مربع ناس واكتب عالم وطبعا اكيد نلغي التعبئة ونلغي المخطط التفصيلي ونكبر حجم الخط بولد توسيط وممكن لون الخط نمطي باللون الوردي ممكن اذا شفنا هذا اللون الوردي فاتح ممكن انه نغمق شوية ممكن يكون باللون ممكن يكون باللون الخلفية بالاسفل واني افضل يكون بلون الوردي بلون هذا الشريط او ممكن يكون اغمق شوية ممكن هذا اللون جميل جدا موافق وطبعا هذا العنوان وممكن هنا نخلي شعار يعني انا مثلا راح اضيف الشعار الخاص بي طبعا ممكن هنا على اليمين نضيف الشعار او ممكن الشعار يكون على اليسار والاسم يكون على اليمين طبعا هذا تصميم جميل وانيق وبنفس الوقت بالتفاصيل المعلومات الشخصية راح نصمم تصميم اخر طبعا مثل ما تعلمنا بالبداية من تخطيط الصفحة ومن ثم الحجم واحجام الورق الاضافية طبعا مثل ما تعلمنا انه العرض راح يكون 9 سنتيمتر والارتفاع 5.5 سنتيمتر ولننسى الهوامش 1 سنتيمتر من الاعلى ومن اليمين ومن الاسفل ومن اليسار تمام الخطوة التالية مثل ما تعلمنا انه اكعدنا فقرة اللي هي لون الصفحة راح نغير لون الصفحة الى هذا اللون ونكبر حجم الصفحة شوية بعدها ندرج شكل مثلث وليكن هذا المثلث ونحاول نميله بزاوية معينة وليكن هذه الزاوية ونحاول نكبر حجمه قليلا ومن تعبئة الشكل ننطي تعبئة بهذا اللون اللي هو الماروني ومن المخطط التفصيلي ننطي مخطط تفصيلي بلون ابيض وممكن ان يكون بهالمسافة ممكن نقدر شوية نميله او ندوره يكون اجمل وطبعا ندرج شكل بيع اليسار وليكن هذا الشكل الابيض بها المنطقة ومن تعبئة الشكل يكون ابيض ومن المخطط التفصيلي يكون بلا مخطط تفصيلي ونقدر نفسه هذا الشكل نروح من الصفحة الرئيسية نسخ لصق ونخلي بهالمكان ونغير لون التعبئة الى اللون الماروني ونكتب بواصلة مربع نص رسم مربع نص ونكتب مثلا الاسم الشخصي او اسم المؤسسة اللي صادر من عندها هذا الكرت وحكتب مثلا عالم بها الاحترافي طبعا نقدر ننسق الشكل وطبعا ممكن ان حجم الخط يكون اكبر وليكون سبع طعش وبولد ونقدر من تنسيق الصفحة من تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة والمخطط تفصيلي بلا مخطط تفصيلي وممكن ان يكون لون الخط ابيض طبعا نلاحظ انه اكو جزء من الاحرف مختفية هذا يدل على انه مربع النص صغير حجم المربع صغير نحاول ان نوسع الارتفاع وفي هذا المكان طبعا هذا صار عندنا العنوان ممكن بهالمساحة نخلي شعار او ممكن نتركها فراغ ويكون الشعار بهالمكان وليكن هذا الشعار وبهالمكان راح يكون المعلومات الشخصية طبعا هذا هو الكارت تصميم جميل طبعا هاي بالنسبة للمعلومات الشخصية احنا تعلمنا شو نضيفه هذا مربع ناص ونمليه بالكتابة وهذا يعباره عن مجموعة صور صور ندرجهن ونصغر حجمهن وهذه الصور طبعا موجودة وجاهزة ويتقدرون تحملونها من موقع عالم بهال احترافي مثل ما تعلمنا بدرس تصميم السيارة ذاتية طبعا كارت جميل ومتناسق الالوان ورح نصمم تصميم اخر حتى الفكرة توضح طبعا مثل ما تعلمنا تخضيط الصفحة الحجم حجام الورق الاضافية العرض راح يكون 9 سنتيمتر والارتفاع راح يكون 5.5 والهوامش راح تكون 1 سنتيمتر من جميع الاطراف موافق طبعا على ادراج اشكال نضيف اشكال بها المكان وليكن هذا الشكل طبعا حدد الشكل وتنسيق ومن تعبئة الشكل نختار هذا اللون الاحمر ومن المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي طبعا نسخ لصق وليكن بها المكان ممكن ان نصغر العرض حتى يكون اشوائية افضل من تنسيق تعبئة الشكل نختار مثلا هذا الشكل ونرجع مرة ثانية من تعبئة الشكل مزيد من التعبئة ممكن ان نلاحظ انه هذا اللون نحاول شوي نغمقه بحيث يكون قريب على البرتقالي الغامق طبعا وليكن هاللون تمام طبعا بالنسبة لهذه اللوحة في حال انه ما ظهرت عندك هاي اللوحة في حال ظهرت هذه اللوحة طبعا من مخصص راح تظهر هذه اللوحة ومن هذا الخيار نتحكم بي او من هذا السلايدر نتحكم بي اللون طبعا ممكن انه شفنا اللون قريب على الجوزي ممكن انه نحاول نصحح شوية من حدة اللون بهذه يكون شوية قريب على الاصفر تمام طبعا ناخذ نسخ لصق نفس الشكل وممكن ننطيه من تنسيق تعبئة الشكل ممكن ننطيه هذا الشكل طبعا ممكن هذا شوية يصغر حجمه وهذا اللون ممكن يكون اكثر يعني عرضا حتى كل ما تكون الاشكال بها عشوائية بالعرض والمقاسات كل ما يكون التصميم جميل وحديث لان التصميم الحديث يخلو من التناظر والتشابه طبعا ناخذ نسخ لصق وممكن انه نقلل العرض ومن تنسيق تعبئة الشكل ممكن نختار هذا الشكل ونسخ لصق ممكن هذا الشكل يكون هنا ومن تعبئة الشكل تنسيق تعبئة الشكل ممكن ان يكون هذا الشكل او ممكن يكون هذا الشكل تمام هذا اللون الخطوة التالية هي ادراج اشكال ندرج الشكل مستطيل ونحاول هذا الشكل نكبره قليلا ونميله بحيث يكون بيها المكان طبعا نحاول انه نكبر العرض ومن تعبئة الشكل يكون ابيض ومن المخطط التفصيلي يكون بلا مخطط تفصيلي نلاحظ شنو هنا لاحظ انه صنعنا هذه التشكيلة من المثلثات بشكل مثلث قائم الزاوية من خلال هذه الخدعة هو عبارة عن شكل مستطيل ميلناه وخليناه بنفس لون الخلفية حتى يوهم الناظر انه هذه عبارة عن مجموعة مثلثات مصمته الخطوة التالية هي ادراج شكل ايضا ادراج شكل وهذا الشكل ممكن ان يكون هنا ممكن ان يكون هنا ومن تعبئة الشكل ممكن ان يكون هذا الشكل ومن المخطط التفصيلي يكون بلا مخطط تفصيلي ممكن انه هذا الشكل نختار الشكل الافتح هذا لا ضير و ادراج مربع ناص ونكتب اسم الشخص او اسم المؤسسة رح اكتب مثلا عالم بها الاحترافي وطبعا من الصفحة الرئيسية نحاول شوي نكبر حجم الخط bold وممكن اذا شفنا انه مختفي جزء من النص نحاول نوسع ارتفاع المربع النص ومن تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة ومن المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي تمام ممكن نضيف لمسة بسيطة من ادراج اشكال خطوط نضيف خط ممكن هذا الخط يكون هنا بالاعلى ممكن المخطط التفصيلي نضيف هذا اللون الاحمر وممكن من المخطط التفصيلي الوزن ممكن نضيف وزن اسمك شوية مثلا واحد ونص تمام يضيف فرد لمسة جميلة ممكن في هالمنطقة نخلي الشعار تمام وفي هالمنطقة رح نخلي المعلومات الشخصية طبعا ممكن واحد يسأل يقول انه هاي الايكونان شون سويت لونهن الى هذا اللون البرتقالي طبعا سهل جدا من تنسيق اللون عندنا هذه مجموعة الوان نختار اللون اللي احنا ريدان اختارت اللون البرتقالي هذا سهلة جدا والعملية احنا شارحيها بالمحاضرات السابقة طبعا هذا تصميم جميل جدا وانيق في نفس الوقت وناخد تصميم اخر وراح يكون هو اخير حتى توضح فكرة انشاء الكرت الشخصي او البزنس كارت بشكل واضح طبعا مثل ما تعلمنا من تخطيط الصفحة الحجم احجام الورق الاضافية والعرض راح يكون 9 سنتيمتر الارتفاع راح يكون 5.5 ولن ننسى الهوامش 1 سنتيمتر من جميع الاطراف موافق طبعا نضيف بيال اسفل ثلاثة مربعات وليكن هذا المربع وممكن نختار له هذا اللون الاخضر او ممكن يكون هذا اللون الاخضر ومن تعبئة الشكل نختار طبعا مثل ما اختارنا هذا اللون الاخضر ومن المخطط التفصيلي نختار اللون الابيض طبعا ناخذ نسخ من هذا الشكل لصق ونحاول نخليه بجانب شكل الاخر ومن تنسيق تعبئة الشكل مزيد من الوان التعبئة ممكن شوية نغمق الشكل جميل او ممكن شوية نزيد بالعتمة مزيد من الوان التعبئة ممكن انه شوية نزيد بدرجة ومن الصفحة الرئيسية نسخ لصق وايضا ناخذ هذا الكارت ونخليه بجانب التصميم او المربعات الاخرى وايضا ممكن نزيد بالعتمة او بالحدة اللونية من خلال مزيد من التعبئة وممكن ننزل الى الاسفل نلاحظ انه صار عندنا هالتصميم الجميل بعدها نضيف شكل اخر طبعا هذا الشكل ممكن يكون بهالارتفاع ممكن من تعبئة الشكل نختار مثلا هذا اللون ومن المخطط التفصيلي نختار بلا مخطط تفصيلي ممكن يكون بالاسفل جميل جدا طبعا من ادراج مربع نص نكتب اسم المؤسسة بالانجليزي او اسم الشخص بالانجليزي طبعا راح اختار ممكن ابقيه باللون الابيض وانزل الشكل الى الاسفل فوق المربع الاسود طبعا هو اسود فاتح تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة المخطط تفصيلي بلا مخطط تفصيلي وممكن ازود حجم الشكل وممكن ازود ارتفاع مربع النص ممكن اخلي بها المكان تمام جدا طبعا بقعدنا هذا اللون الخلفية احاول انه ما يكون ابيض حتى انطيفة لمسة بسيطة من تخطيط الصفحة لون الصفحة تأثيرات التعبئة ونختار مثلا نقش ونختار احد الاشكال وليكن هذا الشكل ولاحظ انه لون المقدمة يكون مثلا في هذا اللون ولون الخلفية يكون ابيض وموافق ولاحظ انه انضافة عدي هذه النقوش او الخطوط الجميلة جدا تبطينا فدلمسة واضيف بها المكان اضيف بها المكان المعلومات الشخصية اخاف واحد يتساءل انه هاي الايكونات شون صار لون هن اخضر مثل ما تعلمنا من اللون نختار هذا اللون الاخضر جميل طبعا ندرج شكل وليكن بها المكان ممكن انه شوي ينزل الى الاسفل ومن تعبئة الشكل ننطي مثلا هذا اللون الرمادي فاتح ومن المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي وندرج مربع نص ونكتب او ممكن هذا نفسه مربع النص ناخد من عنده نسخة اختصارا للوقت نسخ لصق ونحاول نخلي بها المكان ومن اللون ممكن نختار هذا اللون ونكتب مثلا عالم بها الاحترافي طبعا اقدر يكون bold اكبر ممكن حجم الخط شوية وممكن انه يكون بها المكان ممكن انه هذا الشكل احاول شوية ارفعه والنص يكون يعني صاعد بالنص الى الاعلى وممكن مربع النص احاول اقل له وانطيب محاذات الى اليمين جيد جدا اضيف الشعار بها المكان ممكن انه شفت هذا المربع صاعد ممكن انه ازله الى الاسفل اضيف الشعار بها المنطقة في حال انه ذا عندي شعار تمام جدا صار عدي تصميم انيق وجميل وحديث في نفس الوقت فيما يخص تطبيق هذه المحاضرة انشاء كل شخص طبعا يصمم منه تصميم او تصميميا من ضمن هاي التصميمات اللي احنا اشتغلناه كارتيا ممكن يغير بالالوان ماكو مشكلة ممكن يستخدم نفس الالوان ايضا ماكو مشكلة ويدي الزناهن على شكل صور مثل ما تعلمنا بالمحاضرات السابقة ممكن واحد يسأل يقول انه هذا الكارت اذا انا اجي التقط له صورة رح تكون الدقة غير واضحة زينان اذا ارد اودي للمطبعة حتى تكون الدقة جدا عالية اش اسوي بهش حالة طبعا نروح على ملف ونختار حفظ باسم وبعدها نختار من هذا المكان حفظ كنوع نختار بي دي اف نختار بي دي اف طبعا بي دي اف دقة عالية جدا ومن سطح المكتب رح اسمي مثلا كارت عفوا اسمي كارت شخصي حفظ لاحظ انه هذا الكارت ظهر بدقة عالية جدا ومثل ما تلاحظون كل ما اكبر انا كل ما الدقة تكون عالية جدا نلتقيكم في محاضرة قادمة بابنه تعالى اشتركوا في القناة